اشتركوا في القناة حياة الشفاء والوفرة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة مزمور 51 مرتين انفاتوا اتكلمت معاك واني قاعدة المزمور ده هو عشان يبقى فاهمين جاية ازاي في اللغة يعتبر فيه ثلاث زوايا في المزمور ده اول حاجة بيتكلم عن حالة الساكن في ستر العلي بيحكي عن حالة الساكن زي ما اقول لك الحديد الصلب ما ينفعش يتن ده حالة مش شيء بتمنى يحصل ده حقيقة الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيد بعد كده الجزء الثاني ان هو بدأ يتكلم اقول للرب ودي علاقة بينه وبين الرب اقول لرب ملجأي وحسني الهي فأتاكل عليه بعد كده النتائج حين از ينجيك من فخ السياد من وابق الخطر يخوى فيه وظللك وتحت اجنحته تحت من ترسل ومجن حقه لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وابق يسلك في الدجا ولا من هلاك يفسد في الظهيرة يفسد في الظهيرة يسقط عن جانبك الف لبوات عن مينك اليك لا يقرب يعني لا تصاب انما بعينيك تنظر وترى مجازات الاشراش لانك قلت انت يا رب ملجأي وجعلت العلي مسكما لا يلقيك شر ولا تدنو دربة من خيمتك ده المحور الثالث هنا الله يتكلم لانك قلت لانك قلت فهنا بدأ الله نفسه يتكلم لانك قلت باول حاجة الشخص بيحكي حالة موسى بيحكي الحالة الساكن تاني حاجة دخل على انه هو بيتكلم تالت حاجة نتائج طبعا وبعد كده بدأ يدخل على ان الله نفسه بيقوله لانك قلت كده وبدأ يقتبس من كلامه انت يا رب ما الجاي جعلت العلي مسكناك لا يلقيك شر ولا تدنو دربة من خيمتك لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك عايزة أقف عند كلمة طرقك كلمة طرق هنا جاي معناها المسار للآخر مش طريق كأنه مشوار وانت رايح مشوار لأ كلمة طرق أي الرحلة بتاعت حياتك كل رحلات حياتك أو كل مصالح حياتك كل كل الحاجات اللي فيها بداية ونهاية هنا مش بيتكلم عن طريق بس شخص يسافر شكرا بتيجي بعض الترجمات الجيرني بتاعتك أو الرحلة بتاعتك مش الطريق بمعنى الوي اللي تمشي الطريق اللي تمشي مش بس كده هنا بتكلم عن حماية حماية الطريق أي معناها اللي انت بتسلكه الحاجات المصالح اللي بتعمل الزوايا اللي هي لها بداية ونهاية معناها إذا كان مثلا مشروع ارتباط ده طريق له بداية ما كنتش مرتبط فبديت ترتبط ده طريق هو يحميك في هذا الطريق يحمي ارتباط إذا كان مشروع فله بداية ويعود عليك إذا كان له نهاية شكرا هو بيحمي الطرق بتاعتك فبلاش تعتقد كلم الطرق اللي هو الطريق اللي هو بين الزرع لا مش دي دي طبعا محمية هو بيتكلم بيوصي ملائكته لكنه بيتكلم عن المسارات الحياة ده المقصود بكلمة طرقك على الايدي يحملونك وكلمة الايدي مش بيستخدم لفظ الايد بمعنى بالكامل أي على الكفة أي معناها أحن شيء على الايد يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك وزي ما قلت المرة اللي فاتت إن هنا بتكلم عن تصدم بحجر رجلك مش معناها بس بتكلم إنك متوقعش وتتكابل هنا بتكلم عن إن لا تصطدم في هذه الحياة لا تعيش حياة مصطدم هذا هو مراثك في المسيح طرقك عايزه لكل واحد أنك مش تعيش حياتك متخبط أنا أقول لك إذا كانت الملايكة متوصية عليك إذا كنت تتخبط في الحياة دي دي مشكلة أنت محتاج تفهم إن في علاج لها لها طريقة الساكن في ست العلي إزاي السكنة دي زي ما شرحت المرة اللي فاتت وكمان هكم على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك يوصي ملائكته بك معنى كده الملائكة واخدة توصية واخدة أوامر من أجلك على الأسد والصل تطأ هنا بيستخدم لألفاظ الأسد هنا بيتكلم عن الأسد الكبير اللي عنده خبرة في الصيد على الأسد والكبرة في بعض الترجمات التعبان اللي هو الضخم على الأسد وعلى الصل تطأ معنى كده إن المشاكل هي حاجات بتدوس عليها معنى كده أنك هتواجه الأسد وعلى الصل التعبان الكبير تطأ الشبل الأسد الصغير اللي هو قوي يبقى الأسد الأولى هو الأسد القوي ذات الخبرة الكبير في السن أي ذات الخبرة حتى ذات الخبرة ما يقدرش عليك وحتى القوي اللي هو الشبل اللي هو الأسد اللي هو لسه فراعين شبابه برضو أنت تقدر عليه والثعبان تدوس على قد ما هو يتكلم عن الحيوانات على قد ما لازم نفهم الخلفية اللي جاي منها اللي مزمور ده في الوقت ده ما سمع الكلام ده معناه إيه الحيوانات كانت بترمز إلى الطبيعة الشريرة عشان كده بدأت لما جاء شعية بعدي اتكلم واتكلم في شعية 11 إن ده مش طبيعي الحيوانات تبقى مفترسة مش طبيعي فبدأ يتكلم في شعية 11 وقال هيجي الوقت لما يرجع التاني الطبيعي للأرض في المرك الألفي بتكلم إن هيجي الوقت يلعب الطفل عادي في السرب بتاع التعبين فإذن الحيوانات المفترسة ده شيء مش طبيعي والأسد هيكون بيأكل زرع مش بيأكل مش كرنفورس مش بيأكل لحوم معنى كده إن الطبيعة اللي موجودة في الحيوانات إنها تكون بتأذي الإنسان لك حماية منها هنا على الأرض والحماية دي حماية تشمل روحك ونفسك وجسدك مش بس الحيوانات بل الأرواح الشرية هنا بتكلم عن مملكة الظلمة بكل الطباعة اللي حطتها على الحيوانات وجعلتها شرسة أشكر رجيف إشاعي 11 اللي بيقول هيجي الوقت ويلعب الطفل عادي مع التعبين الوقت دي ما ترجع الدنيا اللي طبعتها إذن هي مش على طبعتها أنت بقى في الفترة دي لا تؤذى من أي أمر يختص بالطباعة اللي حطتها الأرواح الشريرة وبدأت تلعب في الكائنات دي عشكا ربي يسوع في مرء 16 اللي بتكلم أن الحيوانات لا تؤذينها هنا بتكلم عن الحيوانات ويتكلم عن الطباعة اللي ورا الحيوانات دي اللي هي الطباعة الشريرة هي مملكة الظلمة على الأسد والسلطة الشبل والثعبان تدوس لأنه أحبني وأغرم بي وعشقني وأقع في حبي كلمة تعلق زي ما قلت لكم مرفية مش معناها شخصي بتعلق في شي هنا بتكلم الحب لأنه أحبني لأنه منشغل بي لأنه صار ده طريق التفكير لأنه بدأ يبقى منشغل بي عشقني لأنه تعلق بي ونجي هنا الله شخصين بتكلم إذن الله يتجاوب الله يدي رد فعل لأنه تعلق بي ونجي ورفعه وكلمة رفعه لأنه عرف اسمي كلمة رفعه جاية في الأصل معناها سأضعه في القمم فوق الأمور فوق الظروف وتيجي كمان سأضعه في المجد وسأضعه في التهليل من ضمن معاني كلمة أرفعه أي أجعله متهلل معنا كده من ضمن الحماية هي السعادة بتاعتك من ضمن الحماية هي أن تكون في سعادة أن تكون في فرح نتيجة أنك أنت مكتشف أنت من في المسيح لأنه أرفعه جاية معناها سأضعه فوق الأمور فوق الظروف أرفعه لأنه عرف شخصيتي أن تعرف الإسم زي المرة التي تكلمت أنك قبل أي مرحلة تدخل عليها أنت تحتاج تكتشف تكتشف هذا الإله في الصورة دي لأنه قال أنا عرفت لدى إبراهيم وإسحاء ويعقوب بالمنطلق وأنا ليا دلوقتي منطلق تاني سأشوف لك يا موسى لأنه داخل مرحلة أن موسى سيخرج الشعب لأنه اكتشافه لهذا الإله فهمه لهذا الإله يؤدي إلى أيدي هذا الإله تظهر في حياته افتحه معي خروق ستة دعونا نفهمها أكتر رب قال الموسى رح كلم الشعب على التسعة فكلم موسى هكذا بان إسرائيل ولكن لم يسمع لموسى لم يسمع لم يصغ لم ينتبه معنى كده أن فيه سبب لم ينتبه لم يخضع لم يكن لديهم قدرة الانتباه في الترجمات التانية لم ينتبه لكلام موسى بسبب قصر النفس كلمة صغر النفس جاية حتى في العبري واضحة كسار يعني معناها قصر النفس أن الشخص شخص غير صبوش الشخص وصل مرحلة فيها أنه هو خلق ديء وصل مرحلة أنه هو مش طايق حاجة السبب مع أن الله بيطرق الباب للتدخل للإنقاذ للحماية لكن الشخص لو قافل نفسه نحية الله وطول الوقت شايف الصورة اللي هو عايش فيها بس ولا يفهم أن يوجد حلول إلهية الله ما يقدرش يقتحم الإنسان ولا يجبره بالحماية ما يقدرش كلمة ما يقدرش أعنيها أنا مش بقولها صحة الله لا يستطيع أن يتدخل في حياة الإنسان غير الإنسان هو لسمح لي غير الشرعي أن الله يتدخل موسى عشان كده الناس دي عانت وتعبت أربعين سنة شافوا معجزات وشافوا نكسات أربعين سنة عشان كده لم يسمعوا لموسى بسبب قصر النفس بسبب صغر النفس بسبب أن هم صاروا النفس بتاعهم صار قصير مش طيقين حاجة بسبب العبودية القاسية بسبب اللي عدوا فيه حال الله مش دريان بالعبودية دي دريان عشان كده أول استجابة الله عملها معاهم هو أنه قال لهم روحوا روح يا موسى تكلم معاهم الله مهتم من الشعب يفهم الكلام ليه ربما قالش الموسى روح على فرعون على طول وخلي الشعب يتفرق شايف لازم الشعب يتعاون مع موسى ويوافق على التدخل ده افتح معي مزموش 78 مرة قبل كده اتكلمت عدد 41 مزموش 78 عدد 41 رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل جاية حط حدود لالله هل ممكن إنسان يحط حدود لالله الإجابة ممكن شخص يضح حدود عبر عدم تجاوبه مع الكلمة شكراً اللهم مش هيتحرك لحماية الإنسان غير لما الكلمة طريق تفكيره تتوغل جوا زهن الإنسان افهم الخلاصة دي الله مش هيتحرك عبر صراخك وتقول يا رب انقذني انقذني إنتم شايفني تعبين الله أول حاجة عملها راح للشعب من خلال رجل الله موسى وتكلم إليهم قال لهم الرب سمع صراخكم الرب هيخرجكم لكن يوجد مشكلة إنهم هما ما تجاوبوش وحصل تجاوب بسبب آيات وعجائب بدأوا يشوفوها من موسى شخصياً فبدأ يثبت لديهم أن هذا الشخص فعلاً من الله بس كان فيه عناء إيه السبب قصر النفس صغر النفس عشان كده من ضمن الحاجات اللي بتضيع المؤمنين هو اعتقاده إن تدخل الله بزاوية فيها إن هو قعد مكتف اليدين وبعد كده الله بيتدخل برحته إذا شاء فسيفعل الموضوع يعود عليه هو ومن هنا الناس بدأت تعتقد إن دي اعتمادية على الله وده مش اعتمادية في الواقع دي عبارة عن تكاسل تباطؤ عدم تجاوب مع الروح القدس هو بيتكلم وده أخطر حاجة المؤمن يتوهم إن هو عايش صح ويفاجأ إنه تخبط بالمشكلة أو ما تحصل ويبتدي يفوق في اللحظة دي يبتدي يفوق إن هو طب وليه ويا إما يبتدي يخبط في رب زيادة ويتساءل زيادة يقول يا رب ليه ما تدخلتش ما أنا بصرخ لك أنا بخدم أنا بعمل وكل ده وهو مش باني بيته على صخر الكلمة ليست أولوية عنده لم ينتبه لم يسمعوا الكلمة يسمعوا مش معنى السماعة وهو الأذن لا لم ينتبهوا إليه لم ينتبهوا إلى كلامه قالوا خلاص إحنا يعني هو اللي بيحكي ده الله سبنا كل السنين دي فبدأوا يبقى نفسهم قصير نفسهم قصير تجاه إيه تجاه الله ونفسهم طويل مع العبودية القصيرة اعتادوا على كده هو نفس الشخص اللي نفسه قصير معايد هو هو نفسه صبح بكرة هيشتغل تحت سيد قاصي ويقوله اشتغل من الصبح لحد بالليل هو نفسه هيكون طويل النفس فمن ناحية القدر على طول النفس فهي موجودة بس هو العبودية هي اللي شغل ذهنه صار معايد صار شايف نفسه بالصورة دي لشك كده أول حاجة رحكو سعايز يعملها هو يدي لك الكلمة العلاج موسى ادهه لهم اده لهم الكلمة الكلمة بتقول كذا الله بيقول كذا الله بيقولك وهيخرجكم هي دي الكلمة هي دي الانقاذ تجاوبه عشان كده اوعى تقع في حتة انك تكون قصير النفس مع الرب ولا يتقلك تعمل حاجات روحية زي مثلا تسمع وعظات معينة تقرأ حاجة معينة تقول اوكي اوكي لكنك انت نفسك قادر تقعد قصد التلفزيون بالساعتين تلاتة تيجي عند المقالات وعظات تيجي تقراها قصير النفس لا تتوقع اديني روحة قدس تتحرك في حياتك عشان كده لانه عرف اسمي اي عرف شخصيتي عرف من انا الاسم هو الهوية نرجع لانه تعلق بي افتكر معايا كلمة لانه يوجد سبب لانه تعلق بي تساوي او النتيجة ونجيه ورفعه مهما كانت الظروف بتزيد توصل انك انت بتعلى فوقها كمان افتكر معايا فول كنوح فول كنوح كل ما المية كانت بتعلى وتزيد والمية تزيد في الارض هو كانت بيعلى فوقها عشان كده مهما كانت الظروف تزداد او هتبص لها بنظرة رعب او تتخض منها ورفعه انه عرف اسمي عرف شخصيتي يدعوني فاستجيب له هنا بتكلم عن شخص بيصلي شخص ينده على الرب جست يدعوني فاستجيب له ده السبب اول ما انت تبتدي تضع عشقك في الرب تضع عشقك في الكلمة اول ما انت بتنتبه اليه في الموقف تلاقي على بو استجيب لك ازاي تلاقي نتايج بتاعتك سلسة وسهلة وتلبط الصلاة بتاعتك بتستجيب بسهولة تعلق بي لانه تعلق بي ونجيه ورفعه لانه عرف اسمي انتعلق وعرف اسمي تعلق بي وعرف اسمي انتعشق رب انتعشق رب هو انك تبقى طول الوقت بتفكر في افتح معي عبرين 11 كلمة التعلق قد ايه منشوفها في موسى شخص رغم اخطاء عملها لكن طول الوقت نشايف الامر عدد 23 بالامر بالامر موسى بعدما ولد اخفاه ابواه ثلاثة اشهر لانهما رأي الصبي يمينا ولم يخشي امر الملك بالامر ايمان موسى لما كبر ابا ان يدع رفض ان يدع ابن ابنة فرعون مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيئ بدأ يقول لا للخطيئ حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر معنا كده نموسى قعد وقت يتأمل ويقارن ما بين عار المسيح عار الشعب بدأ يعمل المقارنات دي عشان تاخد اي خطوة لازم تخلصها جوه الاول ابن وتخلصها برا فبدأ يحسب حسابا حاسبا عار المسيح وبدأ يقرنه ده احسن من كل خزائن مصر ده احسن من كل من اغنى دولة في الوقت دولة من اعلى دولة في الوقت دولة اغنى هو بس عليها وقال انا في حالة احسن من الغنى دولة جست ان انا اتبع هذا الاليح حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازات الطريقة اللي تخليك تشوف ازاي تغلب في هذه الحياة ان ترى نهاية الامر من دلوقتي قصر النفس هيخليك ترى ما انت فيه انت بس لكن انا بدأ ينظر الى المجازة ينظر الى النهاية اي مكافأة اللي انا بعمله عشان كده اي اي شخص مخدوع من ابليس طول الوقت بينظر للمنقف الحال بتاعه اي شخص مخدوع اي تعليم يخادع الشخص هو التعليم الذي يضعه في الحتة اللي هو فيها ولا يجعله ينظر للمستوى والحتة الابعد اللي هو ممكن يوسليها بخريك تبص تحت رجليك عشان كده الشخص وهو مقيد بخطيته في تفكيره هو مش مقيد في روحه بس هو مقيد في تفكيره زي ما بطرس بيقول نسي تطفير خطيئها السالفة هو اعمى قصير البصر الشخص اللي هو نسي ان خطيئها قد محيت انتهت بس هو طول الوقت بصص تحت رجليه بصص أنا غلط أنا أخطأت موسى غلط موسى قتل موسى مكان الشخص الملف بتاعه نضيف لأنه كان ينظر المجازات بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك اعمر ازاي ترك مصر ده دليل مش كل مرة فيها الشخص يتحرك من مكانه الى مكان تاني معناها خوف اكتاب يكشف لنا ان موسى ده مكانش مزعور ولا خايف لكن يتحرك غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد تقوى يعني حورب بأفكار الخوف ليه؟ لأنه كان بيشوف ما لا يرى كأنه يرى الشخص جاي في ترجمة التانية لأنه طول الوقت كان حاطط الرب قدامه يرى ما لا يرى يرى ما لا يرى هنا بتتعاقد على شخص الله يرى ما لا يرى هي ده الطريقة اللي بيها انت تولع روحياً كل شوية طول الوقت تبقى مولع روحياً أنك ترى ما لا يرى لازم تمرن عنيك الروحية أن ترى الكلمة لازم تخليها تشتغل في ذهنك إن ما عملتش كده أنت بتضيع حياتك أنت بترسم الفشل لحياتك إن لم تكن الكلمة هي لشغل تفكيرك وعمل تفكر فيها وتفكر بيها أنت بتحط نفسك في ترتيب للفشل وتمهيد للفشل عشان كده هو كان يرى ما لا يرى ده السبب أن موسى دولة كلها وقفت علشان هذا الشخص مفترض أنه هو كان يقتل مقابل النفس التي تقترت لكن ترك مصر وعيش بعيد فترة يبدو أنه ده خوف لا هو ما كانش خايف هو كان متقوي كل ما تشدد أي متقوي بالرب نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org l-i-f-e-c-h-a-n-g-i-n-g-t-r-u-t-h.org كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو أس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو تلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contact us at lifechangingtruth.org نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك أن رب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر